ما ينفعش ننكر ان السياحة في العالم كله من بعد جائحة كورونا اتأثرت بشكل كبير جدا ولكن ايجاد بداء الجديدة واجاد اشكال مختلفة من السياحة مرورا بقى بالانواع المختلفة خصوصا ان مصر بتمتاز باشكال مختلفة يعني احنا عندنا سياحة علاجية عندنا سياحة شاطئية عندنا سياحة اثار عندنا هجن ومهرجانات مختلفة بنعملها عندنا انواع مختلفة كثير نقدر نتكلم عنها يمكن ابرزها واجدادها كنا بنعمل مهرجان العالمين اللي كان عمل يعني اولاقة رواك كبير جدا على مدار الصيف اللي فات احنا تابعنا كمان استمتعنا اللي ما حضرش في المهرجان نفسه قدر يتابع في البيت من خلال شاشة المتحدة المختلفة قد ايه كانت الحفلات جميلة وقد ايه شفنا الاخبار الجماهيري عليها من مختلف انحاء الدول العربية وكمان بعض الدول الاوروبية بحقيقية مننا فعلا على مدار الصيف شفنا فعاليات مختلفة مش بس مهرجان العالمين لكن كمان كان فيه مهرجان القلعة للموسيقى والغناء اللي قدم فعاليات مختلفة يمكن دي بتعزز اكتر السياحة الداخلية لو كلمنا عن مهرجان القلعة لكن مهرجان زي مهرجان العالمين كان رسالة مش للداخل فقط لكن كمان للخارج ان مصر فيها اماكن كتير حلوة فيها اماكن جديدة ومختلفة وبتحاول تطور من مختلف المناطق السياحية عشان تقدر تجذب السائحين والحقيقة لو رجعنا شوية الوراء هنشوف كمان ان فيه اهتمام يعني اتبعنا موكب المميوات وبعد كده احتفالية طريق الكباش كلها حاجات كانت بتوصل رسالة للعالم ان مصر امنة فيها اماكن كتير جدا ممكن يجو يزولوها السائحين سواء كانت زي ما قلت سياحة ترفيهية او سياحة ثقافية او غيرها من انواع السياحة بنمتاز عندنا كمان يا ليلى بان احنا عندنا دايما خطة احنا بنقوم بها في مصر احنا بنعمل حاجات جديدة وفي نفس الوقت بنحافظ على القديم وبنتوره احنا شفنا التطور الكبير والتفرق الكبير الموجودة في المواقع الاثرية المختلفة وشفنا الاهتمام باثارنا القديمة والتأكيد على ان الاثار المصرية مش فقط الاثار الفرعونية او اثار المصري القديم فقط احنا استحدثنا كتير من المسارات احنا شفنا مصار العائلة المقدسة والتطوير اللي حصل فيه احنا بنتكلم عن اثار مختلفة كتير بالجانب طبعا مصر القبطية ومصر الاسلامية احنا عندنا يعني تنوع كبير جدا من الاثار ومحافظتنا على المواقع دي وتقديم الخدمات والتسهيلات وتطورها بحيث انها تتناسب مع الجميع من دوي القدرات الخاصة ومن كمان الاستخدام الادوات الحديثة بحيث ان احنا ما نبقاش محتاجين حد يساعدنا واحنا موجودين في المكان نقدر نستمتع ونتفرج ونتعلم من المواقع الموجودة حياة منا مصر من الوجهات اللي على قايمة كتير من الدول للسفر وفي حرص دايما من القادة السياسية على هذا الملف بالتحديد لان السياحة مصدر هام للدخل القومي في مصر وبنحاول بعد جائحة كورونا انها ترجع زي ما كانت شوفنا على مدار اشفر الصيف توافد رحلات مختلفة من مختلف دول العالم لمناطق البحر الاحمر والساحة الشمالية وغيرها من المناطق وفيه اهتمام كمان كتير بمفهوم كمان السياحة العلاجية في برامج باقت موضوع وحملات للترويج للسياحة العلاجية في مصر الموجودة في عديد من الاماكن وبيوصى بها من قبل الاطباء اكيد احنا عندنا كمان انواع ما كناش مركزين عليها في الفترة اللي فاتت لكن نقدر نقول ان احنا اتكلمنا على مدار الفترة اللي فاتت كمان في استحداث انواع مختلفة من السياحة يعني احنا ما كانش عندنا او ما بقيتش بتلقى رواب كبير سياحة اليخوت لكن ابتدينا نحاول نستثمر في هذا المجال سياحة الصحراء والكامبينج والحاجات اللي بتحصل في الصحراء قد ايه ما كانش يعني بيتم الاهتمام بيها لكن اكتشفنا شكل مختلف وجود المحميات الطبيعية والمحافظة عليها بتتناسب مع خطة مصر 2030 في الحفاظ على البيئة ومع المناخ بالاضافة كمان لتوفير كتير من الاماكن المختلفة اللي بيحرص الساحح على انه يجي يشوفها هي احنا مصر جميلة فعلا باثارها وبمختلف الحاجات اللي موجودة فيها وبناسها واهلاك